في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تأهيل وتنمية القدرات العلمية والعملية للضباط احتفلت القوات المسلحة بختام فعاليات الدورة الأولى للإعداد المسبق لعناصر التمثيل الدبلوماسي العسكرية والتي عقدت بهيئة الاستخبارات العسكرية وصرح المتحدث العسكري بأن تنفيذ الدورة قد تم بالتعاون مع الجهات المعنية بالقوات المسلحة ووزارة الخارجية وهيئة الرقابة الإدارية وقد ألقى لواء أركان حرب خالد مجاور رئيس وهيئة الاستخبارات العسكرية كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركين بالدورة كما أشار إلى أهمية تأهيل العنصر البشرية لدعم الجهود الرامية لتخريج ضباط مؤهلين للعمل بالسلك الدبلوماسي العسكرية مستقبلا